وزعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي 670 سلة غذائية على العائلة النازحة من محافظة الأنبار العراقية لا سيما أهالي مدينة الفلوجة شملت خمسة مخيمات نزح إليها جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة هناك نائب رئيس الجمعية أنور الحساوي أشار إلى أن سكان مدينة الفلوجة بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية والعون العاجل قبل أن يتحول هذا الموقف إلى كارثة إنسانية مؤكدا أن المساعدات المقررة والبالغة نحو 21 ألف كارتون ستوزع مباشرة على النازحين وذلك في إطار الخدمة الإنسانية التي تقدمها الجمعية والهادفة إلى التخفيف من معاناة النازحين وتوفير احتياجاتهم المعيشية